هذه العجلة الثانية لعلها الليلة الأثقل على إيران وأذرعها في المنطقة ليلة شهدت نهاية أكثر القادة الإيرانيين دموية وأين في العراق حيث افتخر قاسم سليماني مزهوا بما بناه من ميليشيات عابرة للحدود تنقلت راياتها بين بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء انتهى سليماني مقطعا أشلاء إلى جانب عدة قيادات ميليشيوية على رأسها أبو مهدي المهندس الرجل الأقوى والعقل المخطط لميليشيات الحجد بقصف أمريكي مركز استهدف موكبهما قرب مطار بغداد بعد وصول سليماني بدقائق ردة الفعل الأمريكية لم تكن مستغربة خصوصا بعد أحداث السفارة في بغداد لكن المفاجئ اختيار واشنطن رأس سليماني الصيد الثمين والكبير قتل سليماني لم يكن صداه الأقوى في طهران حيث عمت أجواء الغضب على المشهد الرسمي بل كان حدثا ذا بهجة وسرور لتلك الشعوب المكلومة التي ذاقت الأمرين من الرجل وميليشياته بدءا من جرف الصخر وديالا وتكريت والموصل وصولا إلى الغوطة وحلب حيث ظهر الرجل هناك أكثر من مرة مشرفا على تدمير تلك المدن وإبادة وتهجير سكانها سليماني رأس الخنجر الإيراني المسموم في الخارج ومدير عمليات الميليشيات التابعة لطهران كان الرجل الأكثر نفوذا في العراق يشكل حكومة ويقيل أخرى يدير المعارك في سوريا ويطل من لبنان على البحر الأبيض المتوسط لمقتله تأثير لن يكون كأي جنرال إيراني آخر لاقى أو يلاقي المصير نفسه طاف الخبر دول العالم وتباينت عنده المواقف وزير الخارجية الأمريكي قال إنه فعل دفاعي صرف خصوصا أنه مسؤول عن تهديد حياة آلاف الأمريكيين وإيران المصدومة الصريعة حددت برد عنيف فيما دعت دول أخرى للتهديئة أما حكومة عادل عبد المهدي فسمت ما جرى انتهاكا للسيادة وكأن سليماني جاء مدافعا عن السيادة رحل سليماني وإيران بحال لا تحسد عليه إذ تعصف بها العقوبات الأمريكية وعصفت بقادتها الصواريخ أدماهم ترامب في مقتل لعله يكون بداية النهاية لمشروع بدأه الخميني وربما حان الوقت ليسحق